خلي بالك برضو العدم القيد فرق معنا يا غالد كتير اللي احنا كنا جابين لعيبة كويسة ومعرفناشنا ايدهم الحقيقة يعني لكن السنة اللي فاتت الحمدول اللي احنا محاقين بطلطين مورية وارمع بطلات جيزة كنا عامين انجاز كبير جدا جدا حابة مجلس المرطدة ما يجمد ما عرفش عني هنتهي من قصص دي امتى ربنا يصطرها بقى ان شاء الله يا كابتن انا يعني مش عايز يعني بس ايه الكلام ده يرجعوا يقولوا عايشين في نظرية المؤامرة والكلام اللي بيعد يتقال ده بس احنا بجد بيتعامل معنا حاجات انا ما بشوفهاش على مستوى العالم كله يعني فيه حرب دايما اعلامية وفيه حرب نفسية وفيه حرب كمان يعني الليجل تيرمز بتاعت حل مجلس ادارة ما فيش كده في الدنيا صحيح يعني انا ما شفتش كده في اي نادي على مستوى العالم ويرجع يقولك نظرية مؤامرة طب انا عايز مثل واحد لنادي في العالم كله بيحصل فيه بيحصل فيه اللي بيحصل انت عارف انا مرة خالد قلت قلت اللي بيحصل في الزمالك ده لو حصل في اي نادي يقفل طبع وربنا يقفل طبع احنا احنا كجمهور نادي الزمالك وعشان كده جمهور الزمالك بيبقى زمالكاوي قوي لانه هو مع النادي مهما حصل صح جمهور الزمالك زي ما بابا الله يرحمه قال مش فارق معايا وليس كنت لك بيجسد كلام الفنان سامن عادل ده ده احساسنا كلنا وهنفضل ورا النادي بس يعني انا انا شايف ان والله اعلم نسبة كبيرة منها بحس انها مقصودة في حملة على ان نادي الزمالك يقع وهو يكون فيه نادي واحد بس هو اللي بيكسب ده احساسي منذ ان ابتدت اشجع الزمالك حتى النهاردة حتى اليوم حاسس ان دايما فيه كارسة هتطلع لك وانت ماشي كويس وانت بتاخد الدولي وانت في نهاية افريقيا دايما فيه حاجة مستنياك ربنا هيستر ان شاء الله بإذن لو الامور تستقيم ودات زمالك يبقى موجود بالشكل كبير